يحتدم الوضع أكثر في التعز فبعد ساعات من المواجهة الدامية بين فصيلين من المقاومة تجتمع اللجنة الأمنية لذات السبب ويخرج اجتماعها بمذكرة للرئاسة بشأن ما حصل وما يجب أعضاء اللجنة الأمنية استنكروا في المذكرة الانتشار المسلحة وإقلاق السكينة العامة للمواطنين مطالبين بضرورة محاسبة الخارجين عن القانون والمتسببين في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتضمنت المذكرة أيضا تجديدا على إلزام جامعة أبي العباس بتسليم المباني الحكومية وتسليم المختطفين إذن يبدو بأن المشهد في تعز أمام فرز من قبيل منمع وضد إيجاد مؤسسة عسكرية بقيادة وقرار موحد أو هكذا يفهم التعبير الباطن لمذكرة اللجنة الأمنية التي تعاملت مع الأحداث الأخيرة على أنها تجاوزات يجب المحاسبة عليها وذلك بالطبع ما يجب أن يحدث بنظر كثيرين خصوصا وأن الوضع الحالي بدى كما لو أنه نتاج مشوه لتعذر إعادة بناء وترتيب المؤسسة العسكرية على أسس وطنية جامعة بعيدا عن الولاءات والانتماءات الضيقة واللا مؤسسية على صعيد الميداني تشهد أحياء كثيرة من المدينة انتشارا للمسلحين الذين شكلوا نقاطا في بعض شوارع المدينة ويبدو الوضع كما لو أنه يجري التحضير لشيء ما وبالتأكيد هو شيء لا أحد يرغب في الوصول إليه خصوصا وأن الميليشيا تعسكر على أبواب المدينة وتتحين الفرصة المناسبة لإعادة سيطرتها من جديد فهل ستتنبه فصائل المقاومة لهذا الأمر أم أنها ستكون عبا آخرا وتعود على المدينة والمدنيين بعكس المأمول منها موسيقى